اتمنى ان تكون بخير اسفل عربي تبعي مش كتير منيح انا ابطية مش مصرية تعرفت على شاب مصري ابتي وسألني اذا كان حصل اي تجاوزات مع اي حد عرفتيه قبلي وقلت له الحقيقة ان كان بالفعل عندي تجاوزات بسيطة جدا 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 لا تذكر يعني وهو ما كان عنده اعتراض وخبرني هو عن حياته بما فيها من تجاوزات وخلص موضوع انتهي كلنا بعد 8 شهر من التعارف اتخطبنا وكنا كتير مبسوطين مع بعض وبدأنا بتجهيزات الفرح وحجزنا القاعة وكل الشيء قبل العرس بشهرين وبدونا اي مشكلة او خلاف تغير معي 180 درجة وقال لي انه بدي اتركك عشان ما قدرتش اتقبل ان صور صار بينك وبين اي حدا من قبلي اي شيء انا بترجم يعني هو ترجم بقاطة امكان المصري انا مش قادرة افهم كيف صار عنده اعتراض على الموضوع قبل العرس بشهرين فقط وكيف ولا مرة حكة من قبل وخاصة انه كان يعرف الموضوع من قبل الخطوبة 8 شهر ويما فك الخطوبة ما حكة معي وخلى امه هي اللي تحكي معي وتنهي القصة بدون تدخله كويس يا بنت الموضوع تفكر ده ناقص الرجولة يعني يعني اولا هو ما كانش اقد الالتزام نمرة اتنين ان يخلي امك هي اللي تنهي الموضوع وهو ما يكلمكيش لا دي تمس امه انا اسفة قلت ايه اه 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 يعني امه تكلمك انتي طبعا دي حاجة تنقصه شوي نمرة تلاتة ده بيعلمنا ان الطهارة والنقاوة وعدم التنازل مهم جدا 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 لان الولاد الحاجات دي بالنسبال لهم ما بتتنسيش فارجوكم الطهارة والنقاوة هي الحال موسيقى 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 موسيقى